اشتركوا في القناة على التواجد بيننا اليوم على هدى اليومين السابقين لتأكيد دعمه ودعم مؤسساته لمشاركة النساء العربيات في الحياة العامة وخاصة في الحياة الاقتصادية السيد أبو غزالة له اهتمامات واسهامات واسعة في مجال الخدمات المهنية والملكية الفكرية والتعليم والاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات وبالقاء نظرة سريعة على الأدوار القيادية للسيد أبو غزالة يظهر لنا تاريخا طويلا ومحفزا من العمل مع مؤسسات ومنظمات تطوير وتنمية دولية تتصل بالأعمال ومشاريع أعمال تتسم بالتفكير الاستشرافي للعالم العربي فقد أسس شركة ربحية خاصة متعددة للنشاطات والاختصاصات مهمتها ورسالتها المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي كما ترأس سيد أبو غزالة منصب رئيس التحالف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات التنموية ويترأس حاليا منصب رئيس التحالف العربي للصناعات الخدمية وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحديد مستقبل التجارة معالي الدكتور طلال يشرفنا أن تكون بيننا اليوم ويشرفني أنا شخصيا والدكتور طلال هو راعي لمسيرة المهنية أنا شخصيا وهو صديق وزميل وصديق فعلا صديق مخلص وخلوص للجميع فأهلا وسهلا بك بشرفني أن أعطيك الكلمة شكرا لوجودا مساء الخير إذا في حدا يشعر بالفخر اليوم فأنا لأني أجلس إلى جانب هذه القائد للتنمية على مستوى الوطن العربي أنا فعلا وكبت مسيرتها بكل إعجاب وتقدير وأعتز بصداقتها المعرفة من خلال معرفة الكاملة بخلقها وبإخلاصها وبشعورها بالمسؤولية في مهامها التي تسلمتها على مدى مش هنقول كم سنة حتى ما يبين قديش مسيرتها طويلة بس هي طويلة في العطاء حقيقة وصديقة غالية فخور بك وأنا هنا تلبية لرغبتك تشرف بذلك أنا بدي أن أقول لكم من كل الحديث اللي تم على مدى اليومين إلى جو آخر فاسمحوا لي يكون بالكم طويل وتتقبلوا نصيحة من ختيار عمره 75 سنة 76 بعد أسبوعين بعد أسبوعين بصير 76 كل عام وأنت بقى الخير وبعدين يعني دائما أنا بقول إنه في حكمة لرجل تاريخي إسمه وينستون تشيرشل بقول إنه من أهم الحكم في الحياة أن تدرك أن المجنون مرات غنيقود على صواب إديوتس كان سمتايمز بي رايت فإذا ما عجبكمش كلامي اعتبروا إنه كلام واحد مسكين خرفان معلش أنا متقبل ذلك ميا أنا أشكرك إنك دعيتي نائبة الأستاذة سمر اللباد وأنا بالمناسبة تأتكيد على أهمية المرأة الرجل الثاني في المؤسسة سمر اللباد اللي كان مفروض تكون معنا هي سيدة طبعا ومقيمة في القاهرة ولم تستطع لظروف قاهرة ففرضت نفسي أنا وطلبت أن أحضر فشكراً إنكم قبلتوا إنه تستضيفوني فأنا هنا أنا هنا إمبوستر إمبوستر يعني جاي غصباً عنكم لذلك أيضاً تحملوني في البداية كان شيء اسمه عصر المعلوماتية اللي هي الانفورميشن ايج واللي يسميه بيل جيتس عصر البلمينج اللي هو وضع البنية التحتية للمستقبل اللي إحنا تخيلناه بأنه شيء عظيم إنه اخترعت الانفورميشن تكنولوجي كما هو حقيقة هو ليس إلا المواسير والبنية التحتية للمعرفة كما البنية التحتية لأي بناية وانتقلنا من عصر المعلوماتية لعصر المعرفة وفي عصر المعرفة نستعمل المعلوماتية لصنع المعرفة اكتشف الكثيرون أن مصدر الثروة في المستقبل هو من خلال صنع المعرفة ومع الأسف ما فيش منهم إلا واحد من أصل عربي اللي هو كما نعرف ستيف جوبز اللي اكتشفنا إنه عربي بعد ما مات ولكن هذا هو المستقبل للثروة وبرز قادة صنع المعرفة في العالم بعد مرحلة عصر المعرفة وكان لي شرف أن أجلس مع بيل جيتس كما أنا جالس مع الدكتورة معالي الدكتورة لست مصاري عندك فكر زي فكان لي شرف أن أجلس على ندوة من هذا الشكل بالقاهرة مع بيل جيتس وسألته بماذا تصف هذا القرن من الآن حتى نهاية القرن قال الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence طبعا كتير مننا مش سامع في الأمة العربية شو الArtificial Intelligence بس أنا أبدأ أشرحه بطريقة بسيطة جدا هلأ في السيارات اللي بتركبوها في عليها سنسر بيصير يزمر لما بتقرب السيارة على حيث مثلا هذا نموذج بسيط من الذكاء الاصطناعي أي أن الماكينات والأدوات تصبح تعرف كيف تتصرف من دون أن نقول لها ماذا تتصرف المجتمع العالمي بعضه في مرحلة المعلوماتية وبعضه في مرحلة المعرفة وقليل منه في مرحلة الذكاء الاصطناعي السمارتنس وأغلبه خارج هذا العالم مع الأسف إحدى المنظمات الأمم المتحدة الـ ITU International Communication Union يجري إحصاءا سنويا عن عدد النيتف ديجيتال نيتفز في كل بلد والديجيتال إميغرانتز ديجيتال نيتفز هم الأطفال أنا بطل عندي أطفال لأنه أحفادي بالجامعة بس الأطفال بس الأطفال اللي في عمر الثلاثات سنوات والخمس سنوات الذين ولدوا ويشربوا الحليب مع المعرفة مع جهاز ذكاء هذول هم الديجيتال نيتفز وأمثالي هم الديجيتال إميغرانتز ولكن أنا مهاجر قديم أنا أول درس كمبيوتر أخذته بحياتي كان عام 1062 قبل ما تولدوا كلكم في مركز اسمه IBM شركة IBM فيها هايويكم خارج لندن وكانت الكمبيوتر طولها خمس أمتار كانت اختراع جديد لم يكن اسمه كمبيوتر كان اسمه ويرد بروسيسر كما نعرف بعد من يومها تعلقت بثورة المعرفة وصرت أتابع ما يجري في العالم إلى أن انتقلت إلى مرحلة الانترنت وكان للحظ أن أحضر لقاء مع المستشار الأعلى لرئيس جمهورية أمريكا عام 82 واسمه إيرا ماجازينر ليشرح ما هي الانترنت وضع على الشاشة مثل هاي الشاشة صورة كمبيوتر كان وقتها الديسكتوب الكبير وهذا كان لسه جايه ما كانش موجود وكان أمامه على الكيبورد كلب عم يطبع وكتب على الجهاز إن عظمت هذا الجهاز أن الذي على الطرف الآخر لا يعرف أنني كلب وقال أن هذه الديمقراطية التي عجزت كل الدول عن تحقيقها للمواطنين تتحقق في الانترنت لأن كل من يدخل ترجمة نانسي قنقر